اشتعلت النيران مجددا في مبنى جامعة الشدادية وامتدت النيران هذه المرة إلى مباني كليات الهندسة والبترول والعلوم والتي من المقرر أن تكون هذه المباني جاهزة في عام 2016 للأسبوع الثاني على التوالي تعرضت جامعة الشدادية لحريق كبير هو الثالث في أقل من عشرة أيام وقد أتى على جزء كبير من مبنى كلية الهندسة والبترول امتد على مساحة 5000 متر مربع وهو الجزء المتقدم بالبناء في المشروع وسط تجدد للإشاعات عن أن الحريق قد يكون مفتعلا بينما لم يتم الانتهاء من التحقيق في الحريق الأول جاء الحريق الثاني الذي اندلع أمس في الساعة الثالثة والربع أثناء فترة استراحة العمال حيث أن الظروف المناخية للحريق الحالي والسابق متشابهة إلى حد كبير على حد قولهم ويواصل فريق الإطفاء عمله الميداني في مواقع الحريق للتأكد من إخماد ما تبقى من آثاره والسيطرة عليه تماما نحن كنا حق السلامة للمكان ونتأكد نطمن على المكان نشيك على المكان قبلها ينا وشوية كان فيه جمر كبير مساحة كبيرة فيهت فرقتين فرقة العرضية وفرقة الجليب ينا ومسوينا تمشيط حق المنطقة في الكامل اللي كانت عبارة عن بغاية حريق أخشاب بغاية حريق رمال كثيرا من المتخصصون والقائمون على المشروع أوضحوا أن إجراءات الأمن والسلامة لا تكفي تماما ولم تصل إلى الحد المطلوب لوقاية المشروع من الانتكاسة التي وصفت خسائره بالكبيرة حاول فريق قناة الكوت الوصول إلى منطقة الحريق في اليوم التالي للحادث ولكن المسؤولين في الموقع رفضوا بحجة عدم وجود تصريح من إدارة المشروع التي أمرت العاملين بمنع تواجد الصحافة والتلفزيون بعد أن وصلنا لتصوير مكان الحريق والوقوف على أسبابه ونتائجه مع المسؤولين في الداخل تم منعنا من التصوير تماما وأخراجنا من الموقع والتعذر بعد موجود تصريح من إدارة الجامعة سعدون محمد من أمام جامعة الشدادية قناة الكوت ترجمة نانسي قنقر